رهان القرى عرض فحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال وتعريف بعنوين المختارة مستمعي إذاة الحياة فام أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رهان القرى في هذه الحلقة يحضر معنا الطالب محمد مين سماري من كلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة ويشرفنا كذلك بالحضور الأستاذ والأديب السيد عبد المجيد فرحات أهلاً وسهلاً سعد مجيد أهلاً وسهلاً ومرحباً أهلاً محمد مين أهلاً محمد مين لأول مرة في رهان القرى يحضر معنا متراهن من بين الطلبة إذن مسابقة رهان القرى هي مسابقة مفتوحة لكل المستويات التعليمية من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى التعليم العالي كيف رودتك الفكرة للإنخراط في هذه المسابقة؟ سعى شكراً على الاستضافة شكراً أيضاعة حيات حيات فهمنا شكراً مدام حليمة شكراً سعود مجيد فرحات مساءكم سكر مساءكم عنبرس مساءكم شعر وأدب بقلب يتقطر بالنسبة للفكرة متعريهان القرى والله الذي لا يقرأ لا يوجد أنا أقرأ إذن أنا أفكر أنا أقرأ إذن أنا موجود لأن القراءة هي أساس الوجود وأساس الفكر وأساس الحياة الذي لا يقرأ معناه لا يفكر بالنسبة للقراءة هي مجال مفتوح هي فضاء تتطرح فيه الأفكار نتغذى بحضرة أخرى نتغذى بأفكار نتغذى بموسوعة أدبية كابلة نتغذى بما نجده من فكر الآخر وهكذا بدأت المطالعة منذ الصغر وإن شاء الله من المحبرة إلى المقبرة أطل الله عمرك طبعا وكان النجاح حليفك طبعا المطالعة هي غذاء الروح والفكر وكما قلت يا محمد مين من لا يطالعك أنه غير موجود فماذا اخترت لنا من بين الآثار العديدة التي يقترحها برنامج رهان القراء ماذا طلعت محمد مين طلعت رواية البرونز للكاتب والأديب عمارة تيمومي وهي رواية جمعت بين عدة متضادات وبالأساس قامت على تكريم المرأة القيروانية سنأتي إلى الحديث قبل ذلك ما تداعي لاختيار هذه الرواية دون غيرها والله أول سبب وهي الشهرة التي أخذتها ثانيا الرواية يجب حب المطالعة ثالثا وهي الحافز والأطالعة نعم أنت قلت لي منذ قليل أنك حصلت على هذه الرواية بالذات في إطار الأمسية الشعرية التي نظمها نادي الأدب بكلية الأدابة والإنسانية عندما حصلت على رواية البرونز كجائزة وكل الجوائز التي أهديت في تلك الأمسية القيروانية التي استضافت عمالقة الشعر العربي عمالقة الشعر التونسي عمالقة القيروان إذن كانت هذه الجوائز من إهداء بيت الشعر القيرواني وبالمناسبة نحيي مديرته السيدة الفاضلة جميلة الماجري وكانت تتخلل هذه القراءات الشعرية مسابقات طلابية وكانت البرونزي من نصيب محمد أمين فطلعتها واخترت أن تقدمها من بين الأثار الأخرى التي طلعتها نعم حدثنا عن البرونزي قليلا البرونزي هي رواية تتكون على ما أظن من 238 صفحة الكاتب والأديب عبارة تيمومي الذي يعني عالج فيها قضايا من المجتمع التونسي بالأساس والقيرواني خاصة عالج فيها صورة المرأة الريفية يعني عالج فيها عدد قضايا وجمع فيها عدد ثلائيات بين الواقع والخيال بين الواقع التونسي يعني الواقع التونسي المقيد يعني القائم على عدد وتقاليد مؤعينة وبين الواقع الغربي المفتح المفتح عن العالمة المفتح على عدد ثقافات ما تجعله يتميز بها يعني هذه الرواية البرونزي الذي كان يعيش يتيما يعيش بين الجبال راعي أغنام وبين السهول والوديان حتى يجد نفسه في المعسكر الفرنسي في باريس يعني أين انفتح على ثقافة أخرى وانفتح على عالم آخر ويعني حتى يعود بذلك إلى تونس ويتزوج ابنة عمه شهلة تلك المرأة التي تمثل صورة المرأة القيروانية وتمثل المرأة التونسية التي تجمع بين يعني تجمع التي تأخذ من المرأة الأصيلة تجمع بين القوة والدين والمسؤولية طبعا هذه خلاص تقريبا لما ورد في برونزي للمرحوم عمار تيمومي وهو أستاذ لغة وأدابة عربية وباحث رحمه الله هو ابن القيروان ابن مدينة نصر الله تقريبا بالتحديد مدينة الكبارة متقل كبارة سعد مجيد لحقيقة افتقدته الساحة الثقافية والساحة التعليمية عمار تيمومي كرم القيروان وكرم المرأة القيروانية وإذاعة الحياة فام تكرم عمار تيمومي على لسان محمد مين الذي اختار أن يقدم لنا هذه الرواية التي تحتفي بالقيروان بنسائها ورجالها وبتضاريسها بجبالها يدقق في ذكر الكثير من المناطق والجبال مثل جبل نصر الله وجبل طرزة وغيرها وهي كذلك تؤرخ لمرحلة من مراحل تونس خاصة مرحلة الاستعمار الفرنسي وهذا نصصها كذلك على خصائص البيئة القيروانية الريفية في تلك الحقبة التاريخية سعد مجيد فرحات نعم شكرا جزيلا أستاذ حليمة إذن هي فرصة في الحقيقة تتاح لنترحم على زميلنا وصديقنا الأستاذ عمار تيمومي الذي رحل عننا وترك أثارا أدبية وترك نبضا جميلا ما زال الجميع يذكره بخير وما زال مثلا في الذاكرة خير مثول شكرا لك وشكرا لضيفنا اليوم للسيد محمد أمين سماري الذي هو أتاح لنا الفرصة في الحق باختياره رواية البرونزي للمرحوم عمار التيمومي وددت أن أضيفها فقط لا شك أن محمد أمين سيعود كما عدت أنا ويعود كل قارئ إلى الأثر ولا يقرأ مرة وحيدة أنت في كل مرة حينما تعود إلى أثر تجد فيه جديد المعاني وتتأول فيه جديد المقاصد لا شك والروايات عامة هذه الباخرة الكبيرة التي تحمل جزئيات عديدة وتحمل التفاصيل إذن تحتاج من أن نعود إليها رواية عمار التيمومي البرونزي وكنت قد أسهمت بمدخلة قصيرة يوم قدمناها في بيت الشعر بالقيروان إثر صدورها هي رواية مكتنزة بالتفاصيل هي رواية الأشياء الصغيرة رغم أن عمار التيمومي رحمه الله حاول في هذه الرواية أن يؤرخ لذات جماعية وهذه الشخصية المعروفة شخصية رائجة وشائعة في الأدب التونسي والأدب الشمال الأفريقي خاصة بالنسبة إلى المستعمرات الفرنسية هؤلاء الذين غادروا أرض الوطن في الجندية الفرنسية وعادوا برتبة سرجان وما شابها وما أكثر هذه النعوت الحربية في جيل معين الجيل الذي عاد من الحرب مع المستعمر الفرنسي كان يعيش ثنائيات أشار إليها محمد أمين سماري عمار التيمومي عاد إلى الأرض والإنساني كرم في روايته الأرض والإنسان معا وصور واقعا كائنا خارج الرواية وهي تلك الأحداث التي تهمنا بكونها حقيقية وهي قوية من هذا الجانبي وصور عالم آخر يعتمل في ذات عمار التيمومي في رؤيته للحياة وتصوره للوجود وقد أسقطها على شخصية البرونز ثم هناك واقع ثالث واقع ممكن هذا الواقع الذي ينشأ لدى المتقبل من هذه الرواية كيف يقرأ عنوان الرواية ذكوري البرونز ولكن متنها فيه من الأنوثة فأيض كثير صور المرأة صور الكفاحة صور ما يعتمل في الذات ذات الفرد التي بدت لنا ذات فردية صور يعني بعض الأحلام وصور أيضا بعض محاذير الكيان الذي يحاول أن لا يتلاشى جميل جدا ما ذكرت عن مجيد فرحات وهذه دعوة لكل المستمعين حتى يطلعوا على هذه الرواية الرائعة فعلا والثارية والتي تجمع بين سلاسة اللغة وعمق المعاني وفنيات الكتابة الروائية أيضا إذا المستمعي إذاعة الحياة فام فاصل غنائي ونعود رهان القرى عرض صحوى المقرو وتقديم إنتاجات الأففاد وتعريف بعنوين المختارة مستمعي إذاعة الحياة فام عدنا مع الجزء الثاني من برنامجكم رهان القرى مع متراهن جديد يأتينا اليوم كما ذكرنا من كلية الأداوة والعلوم الإنسانية سيم وحمد مين السماري نجدد الترحيب بك مرحبا محمد مين تحدثت منذ قليل عن أهمية المطالعة ونحن نقول إذاعة الحياة تحتفي بالكتاب لأن في الكتاب حياة إن في الكتاب حياة فما هي وضعية المطالعة في كلية الأداب والكلية بصفة عامة يعني المطالعة في المرحلة الجامعية هل يجد الطالب وقتا للمطالعة في ظلي ربما بحثه عن المراجع العلمية والبحوث الأكاديمية هل يطالع الطالب صراحة والله بنسبة للمرحلة الجامعية هي في ظني أن أنها هي أكثر مرحلة يمكن لأنه الإنسان يتفرغ بشي طالع فيها لأنه هي مفتوحة لأنك عندك عدة مراجع في المكتبة بيش تغذي بهم يعني تغذي بهم المكتسبة متاعك بيش تزيد من الأفكار متاعك بيش تزيد تنفتح على يعني يعني معلومات أخرى بيش تزيد تغذي المعلومات اللي عندك وبالعكس هي يعني الحياة الجامعية هي فرصة بش أنك تطالع فيها أكثر خصوصا أن أغلب الجامعات التونسية ومن بينها كل الأداب علوم الإنسانية بيرقيدة يعني تضم مكتبات ثرية وثرية جدا هذا إلى جانب ربما حتى الاختصاص في الأداب يفرض عليك أحيانا أن تطالع خاصة الأثار المدرجة أو المتعلقة بها أو ما شبهها هذا إلى جانب أن الاختصاص الأدبي والاختصاصات بصفة عامة تشجعك دائما على مزيد الاطلاع كما أشرت محمد مين لإثراء الزاد اللغوي والفكري وللمتعة أيضا طيب ما أعرفه محمد مين أنك مشرف على ورشة الشعر ضمن نادي الأدب وما أدرك كم الشعر نعم وأنت شاعر سنأتي الحديث عن هذه النقطة فقط أريد أن أسألك هل في هذه الأنشطة في هذه الورشات هل خصصة ركن للمطالعة نعم سعى نتوجه بتاحية شكر لنادي الأدب بكل الأدب والعلوم الإنسانية اللي أتح لنا الفرصة هذه بش ننشطه داخل هذا النادي اللي هو فيه برشة ورشات وبرشة أنشطة نادي المطالعة نادي الشعر نادي الرواية وفيه حتى نادي المسرح وبش نفتح على برشة ناودي أخرين كما حكينا بالنسبة للنادي هذا فيه نادي المطالعة نادي المطالعة هذا بش نخصه معناها مجموعة من الكتب وبش إن شاء الله هي تشجيع على المطالعة وفيه كذلك التكريم لبعض الرموز الأدبية في التونسية والعربية مدرجة في برنامج النادي بإذن الله طيب محمد مي بعد أن عرفناك قارئا الآن نريد أن نعرف محمد مي الشاعر سعد مجيد محمد مي له محاولات جدة في الشعر العمودي وما أدرك بالشعر العمودي يشرفنا كثير أن نستمع إليه في هذه المحاولات ماذا ستقرأ علينا يا محمد مي نقرأ نقرأ قصيدة على القدس كنتم قد كتبوا على القدس وهذه يعني رسالة على أي بحر نعم هذه على بحر المتدارك المحدد أحاول أن لا تنزل على الطاول حتى لا يكون الصوت يعني يسبب بعض الإزعاج في التسجيل تفضل قدس جرح بات بقلبي قدس شعر فاضحنين قدس نبض سكن بروحي قدس وطن بات حزين حرفي دمع حرفي وجد يبكي الأقصى منذ سنين يا أقصى متى يأتي الصبح ففؤادي أرقه القلق يا أقصى يا جرح القلب والقلب أعياه الغرق أبكي قدسي فكأني طفل في ليل أعياه الأرق يا بيت باتت تسكنه آلام الغدر تتعبه يا بيت في قلبي هدته سواعق ظلم أفنته ولكن ولكن هيهات فذاك والله محال هيهات لا يزال في وطني عرب والعرب نجوم الأوطان لا يزال في حي در لا يزال بصدر آذان وصوت وصوت الحق القراءة سعد محال يبقى يبقى فعل الطراءة حينما لا نرد صدقه بالكتابة فعلا يحتاج تكملة نعم يحتاج تماما والحمد لها أن كل ضيوف لهين القراء هم يعني يقرؤون ويكتبون لأن الذي يقرأ بعمق أكيد سيكتب لشك نحن نذهب إلى الكتاب حتى نغادره كتابا كتابا بالقوة أو كتابا بالفعل كما نذهب إلى المدرسة حتى نغادرها أو إلى الجامعة حتى نغادرها بكفاءات ومهارات أخرى وبصدا يرجع في الحياة العامة وهذا هو معنى التعلم وهذا هو معنى القراءة بالنسبة القصيدة محمد أمين سماري القدس القدس بالنسبة إلى الطلبة العربي وحينما كنا طلبة هذا الاسم يذكر كل يوم لا شك وربما مدخل الارتزام في الحياة بقضية ما كانت بالنسبة إلى جيلنا كانت قضية القدس وستظل القدس هاجسنا وموضوعنا وحلمنا لأن تسكن كل القلوب مدام الشعب الفلسطيني مدام شعبا يعني محتلا شعبا اغتصبت أرضه اغتصبت حريته إذن جميل هذا التغني بهذه القضية بالنسبة إلى البنية العرضية في قصيدتك هناك بعض الهنات تحتاج مرغعية في الوزن يعني في الوزن غير على ذلك من قبيل نبض سكن بروحي إذن هنا لاحظة أنه يعني تتالى أربعة مقاطعة قصيرة وفعل فعل 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 وهذا لا يجوز في ثم في ولاء ولكن ولكن يعني لو حذفت الواو لا استقام الوزن لكن هاي هاتا يعني تحذف الواو فيما تبقى أوسيكا وأنا ممتن لك في اختيارك عمود الشعري في اختيارك القصيدة الخليلية هي في تقديري هي المدخل السليم إلى عالم القصيدة من لم يتدرب من لم يربي أذنا عرضية خليلية لا يكونه فيما بعد أن يمتلك ناصية شعر التفعيلة في حرية عدد التفعيلة كما تعلم أو حتى فيما يسمى اليوم قصيدة النثري إذن العروضة العروضة والخليلة الخليلة وهذا هذا مدخل والشعر والشعر والكتابة والشعر والكتابة الكتابة أوصي أستاذ حليمة في هذا الباب أوصي المستمعين الذين يتمسكون بتلابيب القصيدة والرواية والقصة أن ينتهجوا نهجا قائما على الكتابة وإعادة الكتابة أولا ثم أن يعرضوا على الخبراء في اللغة وعلى من تمرس بجنس أدبي وهذا ليس عيبا سعد مجي وهذا ليس عيبا هم كبار الشعراء العربي كان العربي يكتب القصيدة يظل في كتابة القصيدة عاما كاملا حولية حتى أن القصيدة كانت تسمى الحولية المحككة وكان ينتظر السوق عكاظ وهي سوق تجارية تحولت إلى سوق أدبية فيما بعد ليعرض عملا أنفق عاما كاملا حولا كاملا في إنجازه وكان الشعراء يعرضون على بعضهم أعمالهم وفي مجالسهم وكانوا يتداولون في هذه الصورة وفي هذا اللفظ وكان الشاعر يستجيب إلى ملاحظاته من يعرض على الأمال إلى اليوم سعد المجيد هذا الصدوك إلى اليوم ما زال كبار الشعراء يفعلون ذلك لا الآن أستاذ حليم اليوم هذا العالم الافتراضي صار يقفز فيه البعض لا لا أتحدث عن هذا أنا أتحدث عن شعراء نعم حتى أحمد شوقي وحافظ إبراهيم كان يستشيران بعضهم البعض نعم واتحدثنا الأستاذ عبد الحمال كابلوتي في بيت الشعر القيرواني عن كبار شعراء القيرواني الذين كانوا يجلسون مجلسا كاملا ويتداولون نعم في الجديد من أعمالهم نعم ويتنقشون ويتنفذون ويتراشحون وتخل القصيدة في النهاية بمراجعة ذوقية ومراجعة لغوية ومراجعة جمالية فوصية لضيفنا المبجل الأديبي محمد أمين سماري أن يعرض ما ينتج في كل مرة ليستأنس بآراء زملائه وأستاذه وخلانه إلى آخر ذلك حتى نخرج للناس شيئا إذن كفيلا بأن يروق لهم وشيئا مؤهلا إلى أن يكون عملا إبداعي وحتى تتطور تجربة محمد أمين وأمثاله يعني لابد من الاستعانة بذوي الخبرة وبالأساتذة بمن ربما يفوقنا في التجربة وهذا بالعكس هذا مدام أستاذ حليم قد طرق باب الشعر أو خطى خطوته الأولى في باب الشعر أوصيه أنا دائما كما أوصي كل من يرغب في هذا بالتشبع بتشبيع الذاكرة بالحفظ بالحفظ بالمحفوظ وتصديقا لقولك جاء رجل للنابي غذبياني في السقيع وقال له يا شاعر كيف أصبح شاعرا فقال له أحفظ ألف بيتا ثم ثم انساه لأن الوزن يبقى يطرق الأذن أولا قبل بشيء أنت تكون ذائقة شعرية وتكون أذنا شعرية وتكون خيالا شعريا الإسفنجة إذا ما كانت جافة غير متشبعة إذا ما اعتصرتها لن تفيدك بشيء ولكن إذا ما تشبعت بالسائلي وبمجرد لمسها فهي تنضح شيئا مما يعني مما تحتويه إذن القضية هي قضية حافظة فلنحفظ ما أمكن من أصيل الشعر من أصيل الشعر لسيما الشعر الجهلية وشعر الأولية يقول أبو نواس أحفظ لستين امرأة غير الحنساء فما بالك بالرجال إذن سعاد المجيد هل ستقول له قول النابغة اذهب فأنت شاعر هل ستجيز محمد من شاعر هو شاعر لمحالته وخطأ خطوته مدام قد أمسك بالقلم وإذا عالج ما يعتمل في نفسه بالكتابة فقد طرق باب الشعر وقد دخل باب الشعر خطوة نثمنها خطوة تحتاج أن نرسخها لمحالته سأقول له المرة القادمة مرحبا بشاعرين برك الله وفيك على هذا التشجيع محمد من هذه شهادة فعلا يعني أعتبرك اليوم أنك وضعت قدمك فعلا في عالم الشعر بعد هذه الشهادة التي قدمها سعاد مجيد فرحات وسعاد مجيد فرحات يعني إلى جانب أنه أستاذ لغة عربية قديمة وهو متفقد لغة عربية وهو كاتب وله كذلك محاولات في الشعر سعاد مجيد فرحات أيضا سمعتك تقرأ شعرا موزونا رائعا ولذلك فشهادته يعني شهادة من الوزن الثقيل وهنيئا لك بهذه الشهادة محمد مين أردت فقط أن أتحدث عن هذه المواهب الطلبية التي اكتشفتها مؤخرا هناك من يكتب في الرواية في الشعر وهي كتابات جادة وإن كانت تحتاج كما أشار سعاد مجيد فرحات إلى بعض المراجعة ولكنها تذكر فتشكر إذن هذه المحاولات التي نراها يعني بدأت تعيد للأدب الشباب رونقه نسمينها ونشجعها وخاصة أن كل تقريبا هؤلاء الطلبة الذين اكتشفتوا في كلية الأدب علوم الإنسانية انخرطوا في مسابقة رهان القراء بكل فرح وبكل تنافس ولذلك هذه دعوة لهؤلاء الطلبة فقط أن يتقيدوا بالآثار المدرجة في المسابقة يعني الاطلاع على ويمكننا أستاذ حليم لو سمحت يعني أعيدهم بتنسيق وأعيدك بتنسيق حضور الأدباء المدرجة عنوينهم في المسابقة ليحاورون في إطار نادي الأدب جميل جدا وليطلع أستاذ حليم نادي الأدب يعني بمثل ما اطلع به تطلع به الورشات والمجالس نادي الأدب يمكن أن يطالعوا فيه ويتداولوا في آثار أصيلة قديمة أو حديثة كما يمكنهم أن يعرضوا فيه أعمالهم عن بعضهم ليتفاعلوا مع الجديد وليبدوا الرأي وليقوموا ويصوبوا ويرمموا فكرة رائعة جدا حسن حضور الروائي والأديب مع الطلبة هذه فكرة رائعة بالنسبة إلى الأحياء أعيدك بحضورهم جميل جدا لأن من ندرج لهم آثارهم في المسابقة هم يتعهدون بتعهدات معنوية أدبية في دعم المسابقة أولا لأنها مسابقتهم ومن أهداف المسابقة أستاذ حليم خدمة الكتاب وخدمة القارئي وأيضا رفع الضيم عن الأديب فالأديب الذي لا ينخرط في أهداف المسابقة لأن ندرج آثاره طبعا أكيد هذا أكيد إذن أنا لمست من الطلبة إقبالا كبيرا لحقيقة مشجعا على مسابقة رهان القرى أنا نستعد لزيارتهم في فرصة قادمة لنتداول في تيسير أمور الكتب ولعلا نتحدث مع من يشرف في كلية الأدابة العلوم الإنسانية برقادة نتحدث معه في صيغة ما لتوفير عدد من النسخ مما أدرج في المسابقة لفعضة الطلبة باسم نادي الأداب الذي تشرفين عليه مشكورة إذن في كلية الأدابة بالقرى هذا تشجيع رائع جدا ربما لم نكن نحلم حتى بهذه التشجيعات وهذه الأفكار الرائعة التي ستجعل الإقبال أكثر وستجعل ورشات المطالعة وورشات الشعر وغيرها أكثر جدوى ونتائجها ربما ستكون ملموسة بطريقة أفضل بكثير من خلال حضور الأديب أو الشاعر ومن خلال حضورك أنت سيعد مجيد فرحات باعتبارك تشرف أيضا على مسابقة رهان القرى فحضورك مع الطلبة الذي سيكون قريبا إن شاء الله سيدعوك نادي الأدب قريبا مساء الأربعاء ليقترب القارئ من الكاتب لقى هذا التلاقح وهذا التقارب بإذن الله ستكون أعمال رائعة جدا وستنعكس على مؤلفات الطلبة وعلى ما يكتبون من كثير لأن النادي فيها ورشة القصة القصيرة جدا ورشة الومضة الرواية الشعر بجميع أنواعي وبكل اللغات أيضا وبستان جميل من حديقة الجمالي حقيقة مولود سر الجميع سيد عميد الكلية رأينا أنه يواكب ويشجع وهذه إضافة حقيقية في باب الحياة الجامعية نعم وهذه من نسبة نشكر جمعية فنون التي ترعى كل النوادي الجامعية ممتوس نعم وكما قلت ستكون مسابقة رهان القراء ركيزة أساسية في نادي الأدب هذا بطلب من الطلبة الذين اللحوا على ذلك والذين انخرطوا بكثافة في هذا النادي الذي سيفرز طاقات أدبية وكتابات جديدة بإذن الله تفخر بها إذاعة الحياة تفام التي هي الراعي الأساسي لهذه المسابقة وتفخر بها كذلك كولية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة مستمعي رهان القراء هكذا نأتي إلى نهاية الحصة رفقنا خلالها الطالب محمد أمين سماري القارئ والشاعر نشكرك محمد أمين على تلبية دعوة الحياة تفام كذلك يحضر معنا الأستاذ والمتفقد والأديب سعاد مجيد فرحات شكرا لك وعلى تشجيعك الدائم للأدباء الصغار والشبان وعلى رعاية هذه البراعم وعلى تشجيعك الرائعي الذي بدأ يؤتي أكله بإذن الله شكرا لك وشكرا لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة تفام نترككم على أمل موعد جديد مع متراهن جديد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رهان القراء عرض صحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأفعاد وتعريف بعنوين المختارة